لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك تقول بأن خرجة خالد نزار هي تمهيد وأن السلطة بدأت تسترجع هؤلاء الجنرالات ربما غدا تسترجع أحمد ويحيا وتسترجع العصابة الموجودة في السجون وما إلى ذلك وتوفيق وترطاق وغيره هذا كله كلام للاستهلاك الإعلامي لا قيمة لها الناس المعارضة عندما تفلس والمحرض عندما يفلس في مرحلة معينة كانت عنده خيوط اللعبة الكثيرة بين يديه في ظل شارع منتفض كله ضد النظام القائم الآن انضعت كل هذه الأوراق ولم يبقى أمامهم إلا أي ردود الأفعال على أحداث قائمة أو مباشرة اختلاق حكايات قصص من وحي الخيال ومن وحي الأوهام أنا من خلال ما أعلمه وما أعرفه وما سمعته من بعض المصادر تؤكد على أنه لم يحدث أي اتصال ما بين الرئاسة أو قيادة الأركان أو جهاز المخابرات الجزائرية مع خالد نزار في إطار استرجاعه كرجل ذاقيمة إن حدثت أقول وإن حدثت محاولات من طرف الجهاز الاستخباري بمحاولة استرجاعه وفتح إنهاء القضايا ومتابعته أو حكم عليه ومواجهة القضاء ممكن جدا طبيعي جدا أن أي جزائر يفار في الخارج مهما صادر الأحكام الأجهزة الاستخباراتية قد تتصل به تحاول أن تسترجعه تحاول أن تطمينه هذا طبيعي هذا عمل الأجهزة لا يجب أن نخذ فيه ولكن أقول على المستوى السياسي أنه لا يوجد أي معلومة توفرت لدينا أو أنه كما يدعي البعض أن هناك محاولة لاسترجاع خالد نزار الذين طبلوا وزمروا إلى هذه الحادثة يريدون شيء واحد حيقولون بأن دولة توفيق هم نفسهم اللي قالوا بأن توفيق رجع وأن توفيق عاد مجددا للسلطة وأن هؤلاء الأشخاص أن هؤلاء الأشخاص بعودتهم تتمثل في جناح توفيق كما يسمونه والذي عاد مجددا وصار في الشريعة وبعد ذلك في الدويرة ومدريتش والراح وربما نسمع في الأيام القادمة أنه حتى أويحيا ربما رهما هبته هناك برك في مصرحية ومن ثم خرجوه رهما يتواجد في الإمارات العربية المتحدة كما هو ديدا أصحاب هذه الدعايات التي لن تتوقف والتي لا تبنى على أي أساس يريد مثلا أنه لما تنشر معلومة تكون على الأقل تقول على الأقل على أساس معين ولكن تطلق معلومة وبعد ذلك تواصل في إطلاق المعلومات وهو يدرك تماما أنه يربي قنبلة فقط ويبنع لها أشياء ولا أحد غدا سيأتي ويحقق معاه من أجل هذه القنبلة التي أطلقها إذن إخواني الكرام خالد نزار يغازل السلطة القائمة هذا مجرد غزل هذه القراءة الموجودة هذه القراءة الموجودة هل في رأيكم هل من المعقول أن السلطة الآن تلجأ إلى هل هي في وضع ضعف كما يقولون حتى تلجأ إلى خالد نزار من أجل استعادته ما قيمة خالد نزار داخليا ولا ما قيمة خالد نزار عند ما تبقى من الحراك الشعبي وما قيمة خالد نزار عند الدول الغربية والأوروبية وكذا وكذا لم تعود له أي قيمة هو الآن مشرد في إسبانيا إسبانيا ليس له قيمة وحذر جدا ولا يتواصل ويشك في الجميع إذن ما هي قيمته حتى يأتي ويقول ربما تقول لي بالله مثل الجنيرال باللقصير الجنيرال باللقصير صدرت بحقه مذكر إذا تعمل السلطات الجزائرية بأي طريقة من أجل استرجاع باللقصير شيء جيد أنا أيده ولكن استرجاعه ومتابعته في القضاء ويواجه التهم الموجهة إليه أما أن يعني أنه في رأيكم أنه جزائر التي بالبارحة أصدرت مذكرة توقيف ضد باللقصير واليوم تغازل باللقصير باش يرجع وتعطيه مكانته كذا وكذا هذا كلام فارغ وكلام صبياني لا يمكن أن يعتد به إخواني الكرام حوصلة للأمر أؤكد على أن ما يقال من أن السلطات الجزائرية تتواصل مع ضباط جنرالات فاري إلى الخارج في إطار صفقة معينة معهم أنا لا أعتقد أنها موجودة وأنا حاولت أجري اتصالات مع أصدقاء في الجزائر وكلهم جعلوها من خلال ما يسمعون في بعض الدوائر بأنها من سابع المستحيلات أن تحدث في إطار صفقة ولكن في إطار محاولات الجزائر أن تجلب أشخاص هربوا إلى الخارج من مؤسسة العسكرية كما جلبت بن ويرا بن ويرا مع تركيا فهذا أمر غير مستبعد وممكن جدا أعتقد بأن خالد نزار يعيش خائفا يعيش أولا خائف على الوضع الذي هو فيه ندرك تماما قضايا كثيرة تفجرت عليه قضية زوجته وما نشره نجله على شبكات التواصل وما إلى ذلك كثير أمور عائلية وأمور تخص الشركات والأموال وتخص الممتلكات أيضا في نفس الفطرة التي تحدث فيها خالد نزار جرى الحديث على أن الجزائر راسلت أو اتصلت بالسلطات الفرنسية من أجل ممتلكات الجزائريين الموجودين في الخير وربما حدثت أيضا اتصالات مع إسبانيا لأن نوعلي حداد عنده ممتلكات في إسبانيا وربما مع دول أخرى هذه بلا أدنى شك تكون حدثت ولا أعتقد أنها لا تحدث وأعتقد بأنه خالد نزار يعيش هذا الرعب فأراد أن يفصنع هذه الهالة عن نفسه أما ما نشرته جريدة الوطن لا أدري على أي أساس اعتمدت هذه المعلومات هل هي معلومات هل هي مجرد مجرد معروف على جريدة الوطن أنها جريدة لديها ثقلها في الشارع الإعلامي بلا أدنى شك ولكن أحيانا تنشر معلومات بحسابات والإديولوجية معينة هي معروفة بها ولكن لا أستطيع أن أكذبها ولا أستطيع أن أصدقها نترك الأيام القادمة ستثبت هذا القول بالمختصر المفيد الإخوة الذين رسلوني كثيرا يسألون على قضية عودة خالد نزار وهل خالد نزار سيعود إلى الجزائر والأمور تعود إلى ما قبل 22 فبراير وتعود دولة التوفيق كما يقولون هذه كلها أوهام من معارضة بائسة فقدت كل ما لديها حتى بعدما كانت تقول بأن الحراك هو الذي حرر العسكر وأن الحراك هو الذي حرر الدولة وأن الحراك هو الذي أسقط بوتفليقة وأن الحراك هو الذي سيسقط القيد صالح وسيزج بالجنرالات بكمشة الجنرالات كما يقولوا في السجون وسيحرر الدولة وينهي التدخل الفرنسي وينهي الوجود الخارجي والهيمنة الإماراتية والهيمنة الفرنسية والهيمنة المزنبقية والهيمنة الكمبودية والهيمنة المتفزقية كما يقال كلها قالوا هذا الكلام ولكن الآن تشاهدون كيف صاروا يتحدثون يتحدثون على أنه ما هي الأسباب التي تركت تركت الحراك الشعبي لا يعود بنفس الزخم فهذا مثلا يقول مثلا نشر عوامل عطلة عودة زخم مسيرات الحراك فصل الصيف غلق المساجد القبضة الأمنية الدخول الاجتماعي تخوف منطق من الكورونا مشكل وسائل النقل خاصة يوم الجمعة كلها فقط تبريرات ولو كانت هناك واقعية في التعامل مع ما يحدث لا قالوا بأن أهم سبب أن أهداف الحراك أن الحراك صار مخترق وأن الحراك فقد ما هي وجوده وأسباب وجوده بسبب أنه صدر من طرف جماعات ذات أديولوجيات ومخططات معينة لا تتماشى مع مطالب الجزائريين هذا أكبر خطر هدد الحراك وأكبر خطر جعل الجزائريين يعزفون عن العودة مجددا إلى الطريقة التي كانت قائمة في 22 فبراير والتي كانت مؤيدة من المؤسسة العسكري بل مختصر المفيد إخواني الكرام أقول أقول بأنها ستكثر الإشعاعات في الأيام القادمة سنسمع الكثير خاصة مع اقتراب موعد الاستفتاء على الدستور أور يجري مباشرة التشويش على الجزائريين هناك جهات لديها مصلحة بأنها ستمرر الدستور فلذلك تستمتع بمثل هذه الدعايات الإعلامية حتى تشغل بالي الجزائريين بأشياء أخرى هناك أيضا من يريد أن لن يأتي الدستور في ظروف لا قيمة له عندما الناس لا تهتم بالدستور ولا تهتم ولا تناقشه لن تذهب إلى صندوق الاقتراع ولن تستفتي عليه مما يجعل نسبة الاستفتاء على أهم وثيقة قانونية في الدولة الجزائرية التي هي روك الأساسي في الدولة الجزائرية لن ينتخب عليها النسبة المأمولة والمشاركة التي يجب أن تشارك في هذا الاستفتاء وستزداد نسبة هذه الدعايات والإشاعات والأخبار الكاذبة والمغرضة وتأجري تخويف الجزائريين في وظل حقيقة وضع صعب ومعقد الوضع الاقتصادي سيء رأيتم كيف أزمة السنول النقدية وأشياء أخرى قادمة في الفترة القادمة إذن الوضع الاقتصادي علي سعلاي مرام الوضع السياسي غير مستقر الأحزاب السياسية لم تؤدي دورا كثير من المشاكل القائمة والصعوبات القائمة بسبب ما تمر به الدولة الجزائرية من تحولات في ظل هذه الجائحة العالمية شكرا لكم إخواني الكرام ألقاكم على خير بإذن الله تعالى في مداخلة أخرى إلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وهذا أنور مالي يحييكم سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله